بسم الله الرحمن الرحيم لوافرنسية في هذه الفقرة ستكون لنا وقفة مع عبارة كاسي لاكخوت احيانا نكون مع بعض الاشخاص فيقول لك انا فعلت كاسكخوت او سأفعل كاسكخوت اذا من اين اتت هاد العبارة اولا نقف مع كلمة لاكخوت هاد كلمة لاكخوت فالاصل تتعني غشرة فنتظر هاد التقديم ودخفتم دولاكخوت اين نجد هاد القشرة يعني فيه ممكن للقو هاد القشرة اصلا اذا عندما نقول مثل 는 جو كاس لاكخوت اذا من اين اتت هاد العبارة اذا كما نرى بان هاد العبارة تتضمن كما قلنا كلمتين هناك كلمة كاسي كما عندنا هنا كاس ثم عندنا كلمة لاكخوت اذا كما قلنا بان لاكخوت مدام أنه متضمن فد العبارة والتي لا علاقة بالأكل طبعا كما قلنا بأن كلمة لاكخوت تتعني القسرة إذن قسرة ماذا؟ إذن كما نرافذ التقديم أدخفتون دولاكخوت السؤال هنا حولنا مثلا حيث ما نعيش أين يمكننا أن نجيد القسرة في أي مكان ممكن أن نجيد القسرة أدخفتون دولاكخوت أين يمكننا أن نجيد القسرة أولا أطور دولتار أطور دولتار حول الأرض طبعا حتى نعرف بأن الأرض لها قسرة إذن لكخوت ممكن أن نتعني قسرة الأرض أو بيان سيخ إن أنسيان بلي يعني على الجرحين قديم كما نعلم بأن الجرح عندما يتخذ تردم فتتكوان قسرة أو بيان سيخ دولالعاف أنكور دورو خوادسمن سيخ دولالعاف أنكور دورو خوادسمن إذن نتكلمون عن لالعاف هذه ليست عندها علاقة بفئة اللاغي يعني غسلة هذه كلمة وقالها كده لالعاف المقصود بالحيمام يعني ذلك المعادل المنصاهرة التي تتخرج من واحد لفولكون لتتخرج من واحد البوركان إذن هذه الحيمام إذن نتكلم عن تلك المواد الدائبة إذن تسمى حيمام وباللغة الفرنسية تسمى لالعاف إذن تسمى لالعاف سيخ دولالعاف أنكور دورو خوادسمن أثناء التبريد طبعا هي تخرج من هذا البوركان يعني صاخنة جدا لكن تأخذ في البرودة فتتكون عليها قسرة إذن هل يمكن أن نجد هذه القسرة حول الأرض أو على جرحين قديم أو فوقا حينامين أثناء البورودة سيخ دولالعاف وانكور دورو خوادسمن الجواب oui دان لتخواكا مي أكين نهي غراما كومستيبل مي أكين ولكن لا واحدة احنا ما عندناش مي أكا لا أحد ولكن عندنا مي أكين ولكن لا واحدة نهي غراما كومستيبل يعني أنها حقيقة صالحة للتغذية هنا نتكلم عن كلمة كأجيكتيف كوصف كما لو نقول هنا لا واحدة مأكولة المقصود لا واحدة أنها صالحة للأكل طبعا نقول أحيانا لكمستيبل يعني المقصود المأكولات إذن تأتي كلمة جمع إذن المقصود بها المأكولات هنا عندنا مي أكين نهي غراما كومستيبل ولكن لا واحدة المقصود لا واحدة من هد الثلاث نهي غراما أنها حقيقة كومستيبل يعني أنها مأكولة كما لو نقول أو أنها صالحة للأكل إذن مدام أن القشرة التي حولنا في الحياة تدور حول هذه الأشياء الثلاثة مثلا إذن فما محل كلمة كوت في عبارة كاسك خوت والتي تعني الأكل طبعا عندما نتكلم عن كاسك خوت إذن نتكلم عن عبارة لها علاقة بالأكل إذن فما علاقة هذه كلمات كوت بهذه العبارة مدام أن كلمات كوت تعني هذه القشرة التي ذكرنا والتي لا علاقة لها بالأكل إذن إذن مدام هذه القشرة ما موجوداش من الثلاث يمكننا إذن يعني بدون خطار كبير المقصود هنا بدون مخاوف كبيرة دو ستخمبي ستخمبي يعني أنك تخطئ يعني بدون مخاوف كبيرة أن الإنسان يقع في الخطأ أين يمكننا أن نستطيع وبدون خوفين من الوقوع في الخطأ إذن ذهر الناليمن دوباز ذهر الناليمن دوباز إذن نحو فتجاه الناليمن طعام دوباز يعني ديال القاعدة ما معنى دوباز يعني أنه أساسي هذا المقصود إذن يمكننا أن نستطيع نحو طعامين أساسي إذن نقول الناليمن دوباز إذن يمكننا أن نستطيع بدون خوفين كبير من الوقوع في الخطأ ذهر الناليمن دوباز نحو غداء أساسي يعني أنه تستعمل بها الدرجة كبيرة إذن نقول عنه الناليمن دوباز ما هو سلوب يعني الخبز إذن الخبز هو غداء أساسي لقدامه مثلا في أغلب الوجبات الخبز الجيد الخبز الجيد يعني أنه حقيقة أنه مستضار أنه محاط دين بون كخوت يعني أنه محاط بقشرة جيدة بين كخوستيونت نقول عن طعامين بأنه خوستيون أو بيك خوستيونت في حالة مؤمنة نقول عن طعامين خوستيون في حالة مذكر أو بيك خوستيونت في حالة مؤمنة يعني أنه يسمع له صوت عندما ينضغ يعني أنه تترمش بمعنى آخر عند تحميس بعض الأطعامة وتصبح جافة وصلبة عندما ضغيها يسمع لها صوت إذن نقول عنها خوستيون أو بيك خوستيونت في حالة مؤمنة هنا عندنا لبون كخوز الخبز الجيد اتفكتفمون يعني أنه حقيقة انتوري يعني أنه محاط دين بون كخوت بقشرة جيدة بيك خوستيونت كما نقول بأنه مقارميشة لبون كخوز اتفكتفمون انتوري دين بون كخوت بيك خوستيونت و أكثر من هذا و يمكننا أكلها تنتكلموا على العكخوت العكخوت يعني تنتكلموا على القشرة نتكلمونا عن قشرة الخبز دو بلس يعني أكثر من هذا زيادة و يمكننا أكلها بدون أننا خاف عندنا لغرب يعني خافة يعني هو يخشأ الفقر إذن عندنا لغرب يعني عندنا فيع الخافة إذن يمكننا أكلها بدون الخوف يعني الهضم يعني الهضم نقول عن طعامين بأنه ديجاست يعني أنه سهل الهضم نقول عن طعامين بأنه ديجاست يعني أنه سهل الهضم يعني أنه يهضم بسهولة تنتكلموا هنا على الغرب ديجاست ديجاست يعني هضم لا ديجاست الهضم لا ديجاست عكسها يعني عدم الهضم إذن هنا نقول يمكننا أكل هذه القشرة ولكن بدون الخوف من عسر الهدم إذا الوظائر ديجاعي هي هدمة ومنها كلمات يعني الهدم عكسها عدم الهدم أو عسر الهدم هنا طبعا نتكلم عن قشرة من نوع آخر غير القشرة التي ذكرنا وهي قشرة الخبز التي يمكن أكلها وفوق هذا كله أنها تؤضم بسهولة أن الذي يأكلها لا يخشى عسر الهدم هذه العبارة نتكلم عن عبارة كاسي لكحوت إذن نتكلم عن كسر القشرة بعد حال لدينا لفر كاسي ومن كلمة كاس الكاس الكسر إذن كاسي إذن نتكلم عن فئة الكسرة إذن كاسي لكحوت كما نعرف بأن الأفعال أيضا تستعمل طبعا تحالف المقابل للترجمة ديالة تستعمل بحل المصدر إذن ست إكسبرسيون ست إكسبرسيون هذه العبارة أيطا تستي أولا كما تستعمل بحل المصدر أو حقيقة بيانه أو حقيقة كلامه لغوين يعني نتكلم عن خراب أو كما نقول خرابات لغوين يعني الخراب لغوين نتكلم عن جمع خراب لغوين أطس يعني أن هذا الخراب الذي نرى الآن أطس يعني أنه يدل يدل على ماذا؟ لغوين أطس ولكن المقصود هنا كما نتكلم عن عنف الحريق إذن نتكلم عن هولي الحريق إذن نتكلم عن شدة الحريق هنا لغوين أطس لغوين أطس يعني أن الخراب الذي نرىه مثلا الآن أو كما نرى هنا عندنا جمع خراب أطس يعني أنه يدل أو يشهد على يشهد على شدة أو على عنف عنف ماذا؟ على عنف الحريق إذن لغوين أتست لكن الذي عندنا في المص إذن كمالو نتكلم بأن هذه العبارة كمالو نقول بأن صديقات ولكن المقصود أنها ظهرت أبتر دو ميل ويسون سوستيونز إذن هي بدأت في ألف ثمانمائة ووحد وسبعين أون ديزي دابور أون ديزي دابور يعني أن الناس كانوا يقولون أون ديزي عدنا لفعب دير فلانباري يعني أننا نتكلم عن الماضي نتكرر إذن أون ديزي يعني أن الناس أبقى لعدنا أون تدل على الناس أو تدل على أحد الناس إلى آخره إذن أون ديزي يعني أن الناس كانوا يقولون دابور في البداية كسي لك خوت أذي كلك إذن في اللول كانت تترج هذه العبارة العبارة كسي لك خوت أذي كلك كما لو نقول كسر القشر أذي كلك مع شخصين إذن المقصود عندما أقول جو كاس لك خوت أذي كلك المقصود أنا أكسر القشر مع شخصين سوكي فولي دير وهو ما كان يراد به سوكي فولي دير هذا الذي كان يراد به بقوله وهو ما كان يعني عندما نستعمل عبارة كسي لك خوت أذي كلك هذا كان يعني حين في ذلك الوقت بعطاجي سو مبى أذي كلك إذن هالعبارة كنت تعني بعطاجي سو مبى أذي كلك إذن عندما أقول جو كاس لك خوت أذي كلك جو كاس لك خوت أذي ك Las plot أذي كلم شخصين أذي كلم المقصود بيها جو بطاج من بى أذي كلم أذي كلم أذي كلم هذا هو المقصود بهالعبارة يعني أنا أشاريك أو خبزي مع أحمد أو مع مصطفى إذن عموما عندما نقول كاسي لك خوتا فيك الكا فهذا يعني بارتاجي سنبا عذاك الكا أن يشارك الشخص خبزه مع شخص آخر دونك مانجي أفك لوي إذن أنك تأكل معاه المقصود بصفة عامة أنك تأكل معاه دونك مانجي أفك لوي ثم عندنا بلو با اتكوم بري بلعجمون كم لنوريتور أو الغبا بلو با توم الخبز المقصود توم أن الخبزة أأتكوم بري طبعا تحل عندنا الغرب كم برعجمون أأتكوم بري أأتكوم بري بلعجمون يعني أنه فوهمة بشكل أوسع كم لنوريتور كم لنوريتور يعني كطعامين ألغبا أو الوجبا هذه العبارة اللي عندنا ممكن أن نتفهم على وجهان حسب المعنى الذي نعطيه لفعل Comprendre طبعا كما نعرف بأن Comprendre تعني تضمن في الأصل عندما أقول Je Comprie يعني المقصود أنني تضمنت الفكرة بما يعني وهو الذي أصبحنا نعرفه أكتر بما يعني أنني فهمت إذن الرب في الأصل تعني تضمنت إذن نعطينا الفعل معنى تضمنت وقلنا بلو با أعطيكم بري إذن كما نقول بأن الخبز يعني أنه تضمن بلو لرجمو يعني بشكل أوسع كم لنوريتور أو لغوبا يعني أنه تضمن بشكل واسع كطعامين أو وجبة إذن كما نقول بأن الخبز أصبح بشكل واسع هو الوجبة أو هو الأكل ولكن المعنى الصحيح في العبارة هو أن الرب كمبخوند تعني فهمة بلو با أعطيكم بخي ثم أن الخبز فهمة بمعنى آخر بلرجمو بشكل أوسع كم لنوريتور أو لغوبا يعني كطعامين أو كوجبة ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن كلمة خبز لبا يعني الخبز أصبح يطلق على باقي الأطعمة أدوى المقصود إذن أصبح اللفظ كلمة الخبز يطلق على باقي الأطعمة تماما كما نقول نحن باللغة العربية فلان يجري وراء قطعة راغيف هل فعلا فلان يجري فقط وراء قطعة راغيف طبعا نحن نختصر كل ما يجري وراءه في قطعة راغيف رغم أن هذا فلان يعمل من أجل تدريس أبنائه من أجل رفع مستوىهم من أجل أمور أخرى إذن نحن نقول بأن فلان يجري وراء قطعة راغيف إذن نختصر كل هد الأمور في قطعة راغيف تماما كما هو الأمر هنا إذن كل الأطعمة اختصرت في الخبز كما نقول وراءه 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 يعني أنه فهمه حينه إذن فيما يخص كلمة كاسي إذن كما نقول الآن نعود إلى كلمة كاسي كون أكاسي إذن إذا كنا نكسر بالفعل قشرة خبز دون تنراش دون تنراش أموسه عندما نقطع جزءا أننا نكسره باليد نأخذ منه قطعة إذن نحن نكسر يعني بشكل حقيقي قشرة خبز دون تنراش أغاشي المقصود بأنك تقتلع شيئا إذن نتكلم عن لذر أغاشي أغاشي يعني أنك تقتلع شيئا من مكان مرتبط به أغاشي كل كشوز يعني أنك تقتلع شيئا من مكان المرتبط به مثلا أغاشي لموغاز أغب يعني أنك تقتلع النباتات الضرة لموغاز أغب إذن كما نتكلم عن النباتات السيئة لموغاز أغب إذن أغاشي الموفيز أرب اقتلع مثلا جغاش الموفيز أرب يعني أنا أقتلع النباتات الضرق أو مثلا أغاشي أنضو أغاشي أنضو يعني أنك تقتلع سنن ممكن أن هذا الفعل يجي في واحد المعنى مجازي نقول مثلا أغاشي دي زفا أغاشي دي زفا يعني أنك تقتلع اعترافات يعني أنك تنتزع أو تقتلع كما نقول اعترافات يعني أنك تتجر هذه الاعترافات من واحد السيد باحد المجهود تماما كما تجر مثلا سنن أو نباتات ضرق يعني أنك تقوم باحد المجهود لجر هذا الشيء إذن نفس الشيء أنك تجر اعترافات من شخصين هو لا يريد أن يقول هذه الاعترافات من شخصين هو لا يريد أن يعترف إذن أغاشي دي زفا إذن مثلا يعني أنه يجر اعترافات من مجرين هو ينتزع اعترافات من مجرين إذن كما نلاحظ بأن لو ذعب أغاشي ممكن أن يستعمل في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي الذي عندنا هنا كم أكاسي فيما يخص كلمة كاسي سنكاس إفكتيف من لك خود دانبه إذا كنا نكسر حقيقة قشرة الخبز إذا كنا نحن نكسر حقيقة وبشكل حقيقي لك خود دانبه قشرة الخبز إذا كنا فعليا نكسر هات قشرة الخبز دونتو نغاش أموسو الذي ننتزع منه قطعة أو جزءا إذا عندما ننتزع جزءا من الخبز فنحن في الحقيقة نكسر قشرة الخبز ولكن إضافة لهذا يعني يمكن أيضا زيادة على هذا الكسر طب هل عندما ننتزع قطعة خبز زيادة على هذا هذا ممكن أننا نتكلم عن كسر آخر عندنا هنا أموسيلا سيميلة يمكن أيضا أن نمثله أماشي أو مستيكي إذا ممكن أننا نمثله بمعنى آخر بالمضغ بمعنى آخر ممكن أن نمثله يعني هذا التكسر ممكن أن نمثله أيضا بالمضغ عندما ينضع الإنسان قطعة خبز فهو في الحقيقة يكسرها إذا نتكلم هنا عن نوعين من التكسر عندما نتكلم عن كسر آخر نتكلم عن تكسر الخبز عند انتزاعه ونتكلم عن تكسر الخبز عند مضغه أبعا ما شئ مستيكي هذا فعلا لما تقريبا نفس المعنى لهو مضغة سيدو سيد جنراليزازيون تبدو حال جنراليزي يعني أنك تعمن سيدو سيد جنراليزازيون إنه من هذا التعمين دو سنس من معنى دو كاسي ايدو كخوت إذا من معنى كاسي على كسارة ايدو كخوت ومن معنى كلمة قشرة كذلك دو LA LOCATION INITIAL EUN ATAHRIV کو積3LOUIZ يعني حيطو منا более 10 torrent أول weaker يعني أننا وصلنا دو LA LOCATION INITIAL من السيحہ الاول bloque يعني أننا وصلنا السبع fulfدرج DD لیویم لیویم نتاUNA بج REF لليوم المقصود أننا وصلنا للصيغة الموجودة في هذا اليوم حيث يمكننا بشكل كامل يعني مضغى الأكل بطريقة أخرى أو بمعنى آخر تكسير القشرة تأكل أكل خفيفة وحيدا يعني كما نقول بشكل آخر القول المقصود هنا بمعنى آخر كسير القشرة تسول إذن كما نرى سيدو سيد جنراليزاسيون إنه انتلاقا من هذا التعميم دي سانس من معنى دي سانس دو كاسي إذا نتكلم عن معنى يأتي من كلمة كاسي أدو كخوت ومن كلمة كخوت يعني قشرة كه بحيث دو لالوكيسيون إنيسيال انتلاقا طبعا من السيغة الأولى ومتغذي يعني أننا وصلنا السيغة اليوم يعني أننا لم نعد نعتمد السيغة الأولى التي كانت في البداية والتي كانت تتضمن حينا إدن كلمتي كاسي أكخوت اليوم أصبحت لنا سيغة أخرى تتضمن نفسد كلمتي ولكن هي سيغة أخرى ومتغذي أصبحت لنا السيغة الأولى يعني أننا وصلنا للياتي لليوم المقصود أننا وصلنا لسيغة اليوم ومتغذي 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 حيث يمكننا بشكل كامل مستيكي دو لانوريتور يمكننا من المتغذي ومتغذي ومتغذي أصبحت وجبة خفيفة وطخمون دي بمعنى آخر كالسلاكوت تسل كالسلاكوت المقصود بها كسر القشرة أو تكسر القشرة ولكن المعنى الذي أصبح عنده اليوم عندما نقول هد السغة المقصود بأنك تتناول وجبة خفيفة تأكل أكل خفيفة وحيدا يعني بدون أن تأكل مع شخص آخر كما كانت العبارة تعني في البداية اليوم أصبح للعبارة معنى آخر اليوم أصبح للعبارة معنى آخر هو أن تأكل وجبة خفيفة ووحيدا بدون أن تأكل مع شخص إذا ما اكتبوا بعد القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر